السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات الشهادة الاعدادية اهلا بكم في هذا الفيديو الف الف مبروك على النجاح ومن نجاح الى نجاح باذن الله دلوقتي يا شباب السيد الدكتور طارق شوقي اعلن عبر حسابه الشخصية على فيسبوك عن مدرسة اسمها مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية لجميع طلاب الشهادة الاعدادية يلا بنا نتعرف على كل ما يخص هذه المدرسة بمختلف تخصتها وشروط القبول فيها تعرف المزيد عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا تطبيقية في تخصصات خلي بالك بقى من تخصص هذه المدرسة يخاصة بتكنولوجيا انتاج وتصنيع الالبان وهنتعرف ايضا في هذا الفيديو على شروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين طبعا من اهم مميزات هذه المدرسة هي الحصول على فرصة للتعيين بمصانع وشركات الشرك الصناعي بعد التخرج وكذلك ايضا هناك تدريب عمل اثناء فترة الدراسة ويتم للطالب الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية وسيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما فيها مدرسة ريادة اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي كل مدرس التكنولوجيا التطبيقية ان شاء الله التقديم هيكون في شهر يوليو المقبل هيا بنا يا شباب نعرف دلوقتي الكثير والكثير عن هذه المدرسة مدرسة ريادة للتكنولوجيا الحديثة سنوات الدراسة بها سلاس سنوات التخصص كما قلنا سلفا تكنولوجيا انتاج وتصنيع الالبان وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية التي تدرس للطلاب في هذه المدرسة فهي خاصة بالعلوم الاساسية والعلوم الثقافية وايضا هناك العلوم الفنية في مجال التخصص وكذلك التدريب العملي وهذا اساس من اسس هذه المدرسة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من ميزات هذه المدرسة ما يلي اولا الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية ثانيا هناك تدريب عملي اثناء فاتة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصنوعي ثالثا فرصة الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة بعد التخرج ودي فرصة عظيمة جدا للطلاب هذه المدرسة يعني ممكن تكمل تعليمك ان شاء الله في المعهد الفني للقوات المسلحة بإذن الله بعد تخرجك من هذه المدرسة وكذلك ايضا هناك مكافئات مالية اثناء فترة التدريب العملي ما هي شروط القبول في هذه المدرسة من شروط القبول في هذه المدرسة ان يتقدم الطالب الالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني والموقع ان شاء الله ستركه في صندوق الوصفة او في اول تعليق ايضا ومن شروط القبول ايضا ان يكتاز الطالب اختبارات القبول التي تضاها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي اما فيما يتعلق بشروط التقديم لهذه المدرسة فهي كالآتي سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وادارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ثانيا من الشروط ايضا يتم اتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظة بور سعيد يبقى شباب المدرسة موجودة في بور سعيد وتقبل البنين والبنات وفيما يتعلق بالسن لا يزيد السن للمتقدم عن 18 سنة في اول اكتوبر 2021 هذا كل ما يتعلق بمدرسة ريادة لتكنولوجيا التطبيقية الخاصة بانتاج وتصنيع منتجات الالبان تمنياتنا اليكم بالنجاح والتوفيق دوما ربنا وياكم ربنا معاكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منها كل جديد في حينه ولا تنسوا ايضا عمل لايك للفيديو ويسرنا كذلك تعليقاتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته